رح نستكمل شروحاتنا ونبدأ في موضوع جديد اللي بيعتبر من اهم المواضيع اللي ممكن تمر عليك في الاندرويد اللي هو موضوع الفراجمنتز شو الفكرة منه؟ شو اسباب انشاؤه؟ ليش احنا المفترض نستخدمه في تطبيقاتنا؟ كيف بدنا نتعامل معه؟ طبعا الفراجمنتز باختصار شديد هي عبارة عن شغلة جبل ما افوت في شرحها هي عبارة عن شغلة بتوفر عليك الوقت والجهد لما بدك انت تضيف اشياء على مشروعك او تعدل اشياء وايضا بتوفر عليك الوقت والجهد في انك ما تكرر الاشياء يعني بدل ما كنت انت تكرر اشياء معينة بتصير انت تبطل تكررها شو هي الفراجمنت؟ شو آلية استخدامها؟ انت لحظت اكيد قبل هيك طبعا معنى كلمة فراجمنت هي جزء او عناصر جزئية او جزء من شيء ايا كان الفكرة فيها كالتالي انت مر عليك قبل هيك انه في عندك تطبيق الرسائل اللي موجود في جهازك في جوالك لو انت كنت مشغل الجوال على البرتريت يعني بالطول زي هيك رح تنارض اليك الرسائل بالشكل هذا اسفل بعضها وبمجرد ما تضغط على رسالة رح يحولك على اكتيفتي تانية يعرض لك فيها الديتيلز الخاصة بالرسالة هاي المحادفات اللي بينك وبين الشخص هذا لكن لو انت شغلت التطبيق تبع الرسائل على جهاز تابلت رح يعرض لك اياه بالشكل اللي موجود امامك او ممكن اتقيس الكلام هذا على المسينجر على المسينجر الخاص بالفيسبوك المحادفات اللي موجودة فيه بيعرض لك في نفس الشاشة بدون ما ينقلك على شاشة اخرى في نفس الشاشة بيعرض لك لستة على اليسار وفي المساحة الفاضية اللي على اليمين بيعرض لك التفاصيل بمجرد ما انت تضغط على العنصر طيب هما ليش عملوا الحركة هاي الحركة هاي حكالك انه انت لما يكون الجوال عندك لاند سكيب او يكون الجوال عندك تابلت فيه مساحة كبيرة بتكون ضايع من الشاشة يعني انا اوكي لستة بقدر اعرضها في منطقة زي هاي ولكن المنطقة اللي بتضل هنا ليش انا ما استغلها فعرضوا الجزء المتبقي في تفاصيل الرسالة هذا مثال بسيط على الفراجمنت برضو لحتى الان لسه مش عارفين شو يعني فراجمنت طيب نشوف الصورة هاي انت بتلاحظ في بعض التطبيقات انه مثلا في عندي حاجة اسمها النافجيشن دروور شو النافجيشن دروور اللي هي القائمة اللي زي هيك بتطلع لك من اليسار او من اليمين الفعليا بمجرد انت ما تختار عنصر من القائمة بتلاقي غير لك المحتوى اللي في الشاشة انا الان بدي اسألك سؤال هل لما انت تختار عنصر من الشاشة هل بيغير لك كل التطبيق وبيفتح لك اكتيفيت جديدة ولا بيغير محتوى معين من الشاشة اللي هي المنطقة هاي فقط اللي باللون الابيض فعليا هو بيغير المنطقة هاي يعنيش هل فعليا هو بيفتح اكتيفيت جديدة ولا بيغير في مكان معين من الشاشة لا بيغير في مكان معين من الشاشة طيب بلاش في عندي حاجة اسمها tab layout اللي هي التطبيقات اللي زي جوجل بلاي او بعض التطبيقات اللي فيها tabs بالشكل هذا بمجرد ما انت تختار التاب الاولى او التانية فعليا هو بيغير لك محتوى الشاشة اللي باللون الابيض اللي موجودة هنا بيخلي هاي زي ما هي بيخلي البتن مثل ما هو بيخلي الشريط زي ما هو ما بيغير على شيء الا انه بيغير على جزء من الشاشة ايوة الفراجمنت هي عبارة عن جزء من الاكتيفتي اللي موجودة عندك بمعنى اخر او باختصار شديد هي عبارة عن شاشة جو شاشة الها تصميمها الخاص الها life cycle خاصة فيها الها ملف الجافا الخاص فيها اعتبرها مثلها مثل الاكتيفتي الها كود جافا والها كود تصميم تقدر تنشئها لحال وتستدعيها في المنطقة اللي انت بدك ايها هاي الفكرة من استخدام الفراجمنت طيب هم ليش عملوا لنا اياها ايش الهدف من انشاءها حكالك يا عزيزي كالتالي طلع معاي على تطبيق الرسائل اللي موجود عندك لما يكون الجوال بورتريت فعليا انت بدك تختار رسالة ويحاولك على اكتيفتي جديدة يعني في الاكتيفتي الاولى انت راح تعرض كود ريسايكل ريفيو على سبيل المثال وفي الاكتيفتي التانية راح تعرض تفاصيل طيب لما يكون الجوال لاند سكيب فعليا في نفس الاكتيفتي راح تعمل كود ريسايكل ريفيو ورح تعمل كود الديتيلز حكالك بدل ما انت تروح في الشاشة هاي او في الاكتيفتي هاي تكتب كود الريسايكلر وتروح في نفس الاكتيفتي هاي تكتب كود الريسايكلر وتكرره كمان مرة حكالك انت ممكن تعمله في فراجمنت تحطه في مكان واحد وتصير تستخدمه هنا وهنا زي بالزبط المثود في الجافا او اشي قريب منها انه انت بتكتب كودك او بتكتب الشغل اللي بدك تعمله في مكان واحد وبتصير انت تستدعيه وين ما بدك تعرضه فالفكرة من الفراجمنت انه انا بدي اجهز الشغل تبعي في مكان معين واصير استخدمه مرة هنا ومرة هنا وكذلك في الامثل اللي موجودة هنا انا هادي الشاشة اللستة بعمل فراجمنت لحال او اكتيفتي حاجة شبهة بالاكتيفتي لحال فيها لستة وبصير وين ما بدي احقنها او استخدمها كذلك هاي المنطقة انا بعمل الشاشة هاي كفراجمنت شو يعني فراجمنت يعني انا بس بغير المحتوى اللي في المكان الابيض هذا لما اضغط على العنصر التاني بستدعي الشاشة اللي بديها تيجي في المكان هذا من غير ما اغير اي شيء موجود في الاماكن الاخرى فاذا الفراجمنت هي تغيير جزء من الشاشة ووضع حاجة شبيهة بالشاشة فيه يعني انا ممكن احط حاجة جو حاجة او شاشة جو شاشة بكامل تفاصيلها بملف الاكسامل تبعها بكود الجافة تبعها بكل ديتيلز الخاصة فيها ليش الكلام هذا نختصر الموضوع في جملتين الجملة الاولى عشان امنع التكرار زي ما حكيت لك في تطبيق الرسائل بدل ما كود الريسايكلر اكرره مرتين بعمله مرة وبستخدمه مرتين اول حاجة امنع التكرار تاني حاجة اني انا احيانا في اشياء من الشاشة ما بيلزم تتغير زي زي الاشياء اللي بتكون موجودة البتون هذا ما بتلزم انها تتغير كل مغير التاب او كل مغير العنصر لا بغير فقط الجزء اللي انا بدي اغيره اذا بحتاج الحاجة التانية اني بحتاج اغير احيانا جزء من الشاشة طبعا هنشوف بعد هيك انه اريح النا في عمليات التعديل اريح النا في عمليات التطوير على التطبيق والى اخره من الاشياء المريحة اللي بتوفرها النا لفراجمنت